كما شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع عقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة إماراتية للتطوير العقاري لتقصيص قطعة أرض في منطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة وذلك لإقامة نشاط عمراني متكامل باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه وبموجب العقد يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 157 فدانا على الطريق الدائري الأوسطي على شارع التسعين الجنوبي بمنطقة حدائق الأندلس بجوار مثلة الأمل التابعة لمدينة القاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل يتم تنفيذه على أعلى مستوى وسيتم تسويقه محليا وعالميا على أن تكون مدة تنفيذ المشروع ثماني سنوات تبدأ من تاريخ استصدار قرار اعتماد التخطيط والتقسيم